ندخل على الاخبار النادي الاهلي وفريق كرة السلة فريق كرة السلة بالنادي الاهلي ما شاء الله عليه بيعتلي ترتيب الدوري دلوقتي في المركز الاول المركز الاول بعد فوزه على نادي الجزيرة كابتل خطيب عمل جولة لفف النادي اتقابل مع فريق كرة السلة وقاعد يتكلم معهم في حوار مطول ان هو كله ثقة ان كرة السلة بخير في النادي الاهلي وكمان ادى كل الدعم في الفرقة في المرحلة المقبلة عشان يقدروا يتواصلوا للبطولات اللي موجودة وبطولة السوبر الاهم بالنسبة له وكمان كابتل خطيب كامل رئيس بجلس زارة النادي الاهلي وكمان قابل فريق اتناشر واربعتشر سنة باسكت تخيلوا لما رئيس النادي الاهلي يقابل الاشبال الصغارين والناشئات الصغارين حس الناشئ ان رئيس النادي بيتكلم معاه وبيدينه الدعم والسبورت تخيلوا ده بيطلع شكله ازاي اكيد دي حاجة كويسة جدا اكيد الشعور عندهم كان شعور طيب جدا وفي الاخر خالص اختدم الكابتل الخطيب جولته مع بجلسة متوالة مع كابتل رقوف عبدالقادر للحديث على متطلبات النشاط الرياضي وكل ما يتراه في المفترة المقبلة لنا نشاط الرياضي عشان يدي كل دعم مجلس الادارة للنشاط الرياضي ترجمة نانسي قنقر